عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسو تاكس وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء من الجانبين وصرح متحدث الرئاسة بأن المباحثات تتترقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون في قطاع الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والغاز فضلاً عن التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الأخضر والهايدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 وخلال المباحثات تتوافق الجانبان على المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان وخلال الاجتماع أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان معرباً عن تقديره لموقف اليونان تجاه مصر من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين وبدفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز أليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات وتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط كما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لقمة المناخ كوب 27 وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته موسيقى